السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دكتور مهند القدرة الفاندر وميديكولوجي اكاديمي زي ما وعدتكم هنعملكم فيديو استثنائي كيف تستغلوا عطلة الموديول بافضل طريقة طبعا انا راعت في هذا الفيديو اشياء كثير رح نحكي فيها لما نمشي ان شاء الله في الفيديو عنوان الفيديو ببساطة كيف تجيبه الـ 55 هذا الاشي ان شاء الله تمام اسبيشالي لطلابنا اللي بتابعوا معنا اول باول واللي بيحضروا فيديوهاتنا بشكل كامل وبشكل مستمر زي ما بتعرفوا زي ما انتو شفتوا الماتيريال اللي احنا ما نقدمها ماتيريال استثنائية وماتيريال اكسكلوسيف مستحيل اي حد يعني قدمها ببساطة لانه الشغل كثير متعوب عليه الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى انو نكون في محل ثقتكم سبيشالي بالاعداد اللي شاركت معانا في موديول الـ MSS وان شاء الله تعالى انو كنا قدر المسئولية وكنا عند حسون وظنكم ان شاء الله تعالى هلا الفيديو ببساطة رح نحكي فيه عن اشياء كثير تمام شو يعني عطلة موديول كيف نستغل عطلة الموديول كيف ننظم حاننا في عطلة موديول اشياء حكيتها سابقا رح ارجع احكيها من باب التأكيد ان شاء الله تعالى هلا اول اشي في هذا الفيديو رح نحكي عن عدد محاضرات الـ MSS وكل مادة من الـ MSS شو فيها تمام رح نحكي عن اشياء ممنوعة تروع على امتحان الـ MSS وانت مش دارسها وحنحكي الاسباب حنحكي كيف الواحد ينجح ببساطة وكيف الواحد في نفس الوقت يجيب 55 تمام عملتلكم جدول سميته جريد A جدول سميته جريد B وجدول سميته جريد C شو فرق الـ جريد هدول فرق الـ جريد انه احنا عدد كبير من الطلاب وهدول الطلاب في منهم عدد لا بأس فيه مثلا صارت مع ظروف ما قدر يدرس اول اسبوع ونص ما قدر يدرس اول اسبوعين في ناس ما بلشت غير من كم من يوم فانا ضروري جدا انه استهدف جميع الفئات في الفيديو وفعليا انا كل ما نزلت في الـ جريد كل ما كان الـ افضل يعني معنا الكلام اللي مش دارس مثلا دارس عدد ضئيل جدا زي اربع محاضرات وخمس محاضرات فهذا بهمه التايم تايبل اكثر من اللي دارس كل المحاضرات مثلا ولكن انا من واجبي انه اطرح جميع الفئات هلأ رح نحكي لكم خلال الفيديو شو تعملوا وكيف تتصرفوا خصوصا الناس اللي مثلا دارسة بس 20% من الموديول او 30% او 40% من الموديول او بس 10% من الموديول هل رح تكون مشكلة ان شاء الله تعالى اذا سمعتوا الكلام وركزتوا في الكلام اللي منحكيه ومشيتوا على التبس اللي منحكيها لا ما رح تكون مشكلة حتى لو مش مبلشين في الموديول او او بالنسبة للأم أس أس الأم أس أس في مجموعة كبيرة من المواد في بولكس وفي مواد مهمة البولكس زائما احنا منحكي عن الأناتومي في 13 محاضرة الأناتومي في فارما تمام محاضرات وفي باثوست محاضرات في أيضا هستو فيسيو هدول أربع محاضرات البيو خمس محاضرات والمايكرو أيضا خمس محاضرات في محاضرتين امبريوم ومحاضرتين كلينيكل هذا الكونتين تبع الام أس أس موديول تمام هلأ في أشياء ممنوعة انت تقوتها او ممنوعة تروح او تمر عليك عطلة الموديول وانت مش دارسها او على الأقل دارس 80 إلى 90% منهم ليش هلأ حنحكي شو هي المواد ببساطة اناتومي هستولوجي باثولوجي ومايكرو بايولوجي انت فيسيولوجي أول أربع مواد واضح جدا ليش ممنوع نقوتهم وليش لازم احنا ندرسهم حتى لو احنا مش درسين ولا اشي منهم لأنه ببساطة أول أربع مواد في معاهم لابس وكيف انت رح تقدر تدرس اللاب اذا انت مش دارس المادة طب اللاب هل هو شيء مهم بتعرفوا القارب النجاة في أي موديول هو اللاب يعني هاي خلوها قاعدة عندكم انتو بتتعبوا بتدرسوا بتركزوا فعليا بتنهلكوا طول الموديول وانتو تدرسوا لكن انتو بتدرسوا على أربعين حالامة فقط من أصل ستين في عشرين علامة وهي تلت علامة الموديول تمام وهي خمسة وثلاثين بالمئة من علامة الموديول على اللاب طب هل اللاب سهل نجيب فيه علامة الجواب طبعا نعم لأنه ببساطة اللاب في الموديولات بتيجي ستريت فوروود يعني عشرين سؤال لاب تقريبا سبعتاش أو طمانتاشر سؤال ستريت فوروود ماكسي مملي من سؤالين لتلات بكونوا شوي بدهم واحد دارس مظبوط فإحنا هدفنا إنه إحنا ما نخسر النظري ونخسر اللاب at the same time فأهم نقطة إنه فيه مواد زي الأناتومي histology pathology microbiology ممنوع منع باتا إنه نقوت ولو جزء بسيط من المواد خصوصا زي الهيستو والبات والمايكرو لأنه هم أصلا خمس محاضرات مثلا أو ست محاضرات الأناتومي إذ درسنا 75% منها أو 80% إن شاء الله أمورنا بتصير بالسليم طب انت حاطتي دكتور الفيسيولوجي ليش فيه من ضمن المواد اللي ممنوع تتأوت لأنه إذا فاهم فيسيولوجي فأنت بتقدر ترجع في الهيستو بتقدر ترجع في باقي المواد إذا كنت فاهم مزبوط الفيسيولوجي فمهم جدا إنك إنت تدرس أيضا الفيسيولوجي لأنه من المواد اللي دايما أنا باعتبرها يعني بتنقذك في الامتحان بتنقذك باستثناء خيار بتنقذك حتى بالتشنيس يعني إنت لما تيجي سؤال مش دارس ومحاضرة مش دارسها تمام عندك خمس خيارات إنت تستبعد تنتين منهم لأنه عندك توبيكس أو عندك كور أو عندك رولز معينة دارسها في الفيسيولوجي تمام هاي الرولز بتساعدك إنك تقدر حتى تستثني تمام فحتى التشنيس ما بيكون راندوم كتير تمام فمهم جدا 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 مواد زي الأناتومي هستولوجي باثولوجي مايتروبيولوجي أنتفيسيولوجي ما تدأوت تمام وبنعطيهم أولوية قصوى كيف إنت تسكيور 30 من 60 هل إنك إنت تنجح في الموديول شيء صعب هل إنك إنت تجي 30 من 60 شيء صعب الجواب طبعا مش شيء صعب وهو إشي very easy تمام لمين very easy للناس اللي بتعرف شو تدرس وللناس اللي بتتابع تمام كيف يعني يعني إنت فعليا إذا عندك 50 محاضرة وخلال العطلة درست لك 25 محاضرة تمام من من 50 يعني نصهم أو أقل حتى لكن درستهم من مواد اللبات ف100 بالمية رح تجيب فوق 30 هذا الكلام مش ترويج إنه إنت روح أدرس 20 محاضرة وقدم لأن ما بتعرف كيف هيجي الامتحان في النهاية نحن نحكي رولز عامة إنت ما بتعرف الامتحان كيف هيجي تمام وتظلكم مذكرين القدر لا يرحم يعني فعليا المحاضرة اللي بتأوتها بيجي عليها أكثر أسئلة لأن القدر لا يرحم ببساطة تمام لكن أنا حطيت هذا السلايد ما كان هو هدفنا إحنا دائما هدفنا إنه نجيب علامة حلوة للي بحبوا العلامات ومهتمين في العلامات فهو عشان تجيب علامة عالية وللناس اللي مش هممها إشي على الأقل تريح حالك في الفاين اللي ما تظلك ماكلها طول الفصل وتنجز بشكل جيد في الموديولات القادمة تمام فتذكيركم إنه النجاح شيء سهل هو عشان تذكروا إنه إحنا لا نقبل بالإشي السهل إنما إحنا دائما هدفنا إنه نكون أحسن الناس إن شاء الله تعالى هاو تسكير 55 أو فوق 55 هلا هاو تسكير فوق 55 هذا ببساطة لازم إحنا نكون واقعيين لما نطلع على العلامة اللي إحنا بدنا نطلع عليها أو اللي بدنا نجيبها هلا ببساطة لما إنت شخص طول عطلة الموديول عم تدرس كل المحاضرات اللي إنت ما أخذها وأنا سبق وحكت لكم مش مطلوب منك اليوم أخذت أربع محاضرات تدرس أربع محاضرات وأنا حكت لكم أيضا إنه لو درست محاضرتين في اليوم ونهاية الأسبوع كل يوم أربع محاضرات أربع محاضرات في الأيام العطلة فهو فعليا إنت كفرت المحاضرات إذا إنت من الأشخاص اللي سمعت النصائح والجولدين تيبس اللي أنا من أول يوم لكم في المجول عم بحكي لكم فيها عم بحكي لكم كيف تنظم وقتكم عم بحكي لكم شو الأشياء اللي بتزيد التركيز عم بحكي لكم شو الأشياء اللي بتحسن ذاكرتكم عم بحكي لكم كيف تتجاوزوا العقبات النفسية وهو زي ما حكينا شيء مهم جدا في موضوع إنك تحصل على معالي إذا إنت كنت متابع هاي التيبس فعلى طول روح على grade A time table إذا إنت من هدول الناس فروح على grade A time table وبوعدك رح تجيب 55 plus minus 2 وهذا الإشي ما عم بحكي من محض الخيال ما عم بحكي من تجربة شخصية لا والله عم بحكي من تجارب لناس إجتنا في موديولات سابقة لسنوات أكبر منكم سواء أنوتين أو نبض وكان وضحهم متضعضة لكن سمعوا الكلام وركزوا بالنصائح والله سيكيورد أعلى العلامات وبذكر شخص يمكن حكيت لكم قصته إجاني بعد موديول الـ CVS جاي بـ 28 من 60 يعني راسب وهذا الشخص نفسه كان برضو على الـ RS جاي بوردر لاين 33 أو 34 تمام والسنة الثانية تبعته كل آياتها يا دوب نجح وإجالي بس قرر أنه فعليا يدرس إجاله والله حكى لدكتور مهند أنا فعليا بدي أتغير وبدي أدرس لأنه أنا صرت الـ stress اللي أنا صرت أواجهه بسبب أنه أنا careless فعليا قاعد بذيقني أكثر وأكثر وبطلت أقدر أتحمله فأنا بدي على الأقل أنه تسيف الإشي الجاي أشتغل على CVS وأشتغل على CNS بس بدي ويجعنا في بداية CNS ما بتتخيله شو الإشي اللي صار الإشي اللي صار إنه والله ينزل الـ CNS 89 جاب 28 في الميد من 60 تعرفوا والله جاب 31 من 40 هو جايب كم جاب 28 من 60 جاب 1 يعني أعلى من تجميعه في الميد ومن 40 ونجح CVS ونجح RS ونجح CNS وجاب علامات حتى كثير حلوة في الفاينل لأنه ببساطة الـ Golden Tips اللي حكت له إياها كان هو حابب يسمعها كان هو حابب يأخذ فيها كان هو حابب إنه يمشي عليها وهو زهق من إنهم العلامات مش عم تكون تمام فلي بدأ أذكركم فيه من الـ Tips المهمة خلال عطلة الموديول واحد تنظيم الوقت كيف يا دكتور أنظم وقتي شوف أنت الخطوة الأولى شوف أنت إنسان صباحي ولا إنسان مسائي إذا أنت إنسان صباحي أو إنسان مسائي ما بيفرج تمام لكن لازم أنت تخصص في اليوم 17 ساعة أو 16 ساعة دراسية 16 ساعة دراسية و8 ساعات نوم فقط لا غير لما تحكي عن 16 ساعة دراسية هل مطلوب منك تدرس 16 ساعة لا مطلوب منك تدرس 16 ساعة والأربع ساعات بريكات موزعة تمام تمام حكينا لكم عن البلوكات الدراسية البلوكات الدراسية هو أنك تدرس ساعتين دراسيتين متتاليتين بدون أي انقطاع أو تشتيت وبدون أي شكل من أشكال التشتيت لموبايل جنبك لا تقعد بدك تدور على فيديو ولا تقعد بدك تطبع محاضرة ولا تقعد بدك تعمل كاستنس كيفية تبعتك كل إشي قبل ما تبلش البلوكات الدراسية تكون محضرة كل إشي بدك يامحضرة جنبك وبتحط تايمر جدامك مدة ساعتين وفي هدول الساعتين ممنوع تلتفت بدك تضلك مركز تركيز كامل في المحاضرة اللي في إيدك بعدها خد بريك طويل بالبريك زي ما أنت في الساعتين ما صبت أي إشي ما التهيت ممنوع في البريك تبعك تفكر بأي إشي غير أنك في بريك بدك تأكل بدك تأخذ نفس بدك تطلع برد تتمشى ربع ساعة بدك تحكي مع صاحبك بدك تفتح فيسبوك بدك تفتح انستجرام بدك تقلب يوتيوب اعمل اللي بدك باستثناء الدراسة عشان شو عشان آخر خمس دقايق في البريك أو آخر عشر دقايق في البريك تحضر للبلوك الدراسي اللي بعده تمام تمام فهذا البلوكات الدراسية هذا كثير إشي بنظم الوقت هذه خطوة رقم واحد خطوة رقم اثنين ممنوع من عمباتل ندرس في مكان مش مرتب ممنوع ندرس على التخت احنا دراستنا على وين على المكتب أو على الأرض أو المكان اللي بتحب تدرس فيه مش مكان النوم مكان النوم للنوم فقط ممنوع انت تخلي حرامك معفكش أو كذا على أساس في أي وقت تروح تنام لا لازم بتختك مرتب أو المكان بتنام عليه مرتب حرامك مرتب عشان هذا المكان فقط للنوم مكان الدراسة هو فقط للدراسة هاي شغلة شغلة ثانية برضو حكث لكم انه مثلا بدي أحكلكم قصة قصيرة انتو شو أكثر اشي بتحبوه في حياتكم ممكن يجيني واحد يقول لي انا بحب الاسباحة مثلا لو قلت لهذا الشخص لو قلت لهذا الشخص انا بدي أخليك تسبح لمدة شهر هل حتزهج وهو هذا اكثر اشي بحبه في الحياة هايقول لي طبعا حزهج على الرغم من انه اكثر اشي بحبه في الحياة تمام ليش هيزهج لانه يصنع روتين والروتين شيء بيملل وشيء بيخليك تطلع عن طورك فأما لو قلتلك اليوم اسبح وبكرة روح اعمل خيل وبعده روح العب كرة وبعده روح العب بلايستيشن وبعده روح اتفرج موفيز ما رح تزهج ليش ما رح تزهج لانه ببساطة انت عم بتغير فتغيير الروتين الدراسي هو شيء مطلوب منك وهو شيء يضمن استمراريتك خلال عطلة الموديول مثلا انت اليوم دراسي الاول كان عندك روتين دراسي معين الروتين دراسي تدرس في مكان معين البر دائم سكرة وتدرس مثلا في اوقات معينة ثاني يوم مطلوب انك تغير هذا الاشي كنت تدرس في الغرفة ادرس في الصالة كنت تدرس في الصالة ادرس برع في الحديقة ادرس اي مكان غير المكان اللي انت فيه لما تحس حالك ريتش اوت اني ون تمام على طول حاول توصل مع واحد يخفف لك هذا التوتر خد انفاس عميقة تمام اسمع شيء بريحك صلي اذكر ربنا كل هاي الامور بتخففك او بتخفف التوتر عندك وتخليك ترجع وتستمر تمام هذا شيء جدا مهم يا شباب انه تلتزموا في خلال عطلة الموديول انه تعملوا وقت معين تايم فريم الكم 16 ساعة محدد بالبريكات بلس انه كل يوم تغيروا الروتين الدراسي تمام نقطة اخيرة مهم جدا تحط قدامك شو اليوم مطلوب منك وفي اي لحظة من لحظات اليوم راجع نفسك وحاسب نفسك تمام انا اليوم انجزت من المفروض انجزه 40% انا لازم انجز في نص اليوم اربع محاضرات انا انجزت محاضرة و3 ارباع معناته انا انجزت 40% معناته انا نص النهار ضاع معناته انا لازم النص التاني من النهار اركز تمام فهذا الاشي جدا مهم برضو نتبعه بغض النظر هذا الكلام عن شو وضعك خلال الموديول او شو عملت خلال الموديول كل اكلي كويس واكل صحي حاول الصبح امشي اعمل اي اشي لمدة 10 دقائق ربع ساعة اطلع برة خذ نفس وغير جو بعد ايها بلش دراسة بنفس قوي وان شاء الله هيك الامور بتصير تمام اول الناس اللي ملتزمة من بداية الموديول بالتبس والجولدين ادفايس اللي كنا نعطيهم اياها باستمرار اول يوم يدرس في سيوبايو لانهم اصلا درسينهم تاني يوم يدرسوا اناتومي 10 محاضرات لانه اصلا درسينهم تالت يوم يدرسوا 3 اناتومي مع الهيستو رابع يوم مايكرو مع باثو خامس يوم فارما مع امبريو سادس يوم كلينيكل مع ريفيجن وسبع يوم ريفيجن ثامن يوم ريفيجن في عندي ملاحظتين على هذا الجدول او 3 ملاحظات لتسي ملاحظة رقم واحد هل ترتيب المواد في الجدول هو ترتيب عشوائي الجواب حتما لا ليش هتملأ لانه انت انا رتبتلك اياهم من الاقل نسيانا الى الاكثر نسيانا يعني الفيسيو اذا انت فاهمها ودارسها مزبوط مش هتنساها بيحتاج تراجع اشياء بسيطة تمشي الى الاناتومي نفس الاشيه اذا انت متخيل ودارس وكذا نادر انك انت تنسى او تنسى شيء كور تمام بعدين باثو بعدين مايكرو بعدين فارما تمام هذول انا مرتبهم من الاقل نسيانا الى الاكثر نسيانا فمهم نتبع هذا الترتيب بلس ايام الريفجن او ايام المراجعة زي ترتيبك في الدراسة من دي 1 لدي 6 برضو راجع في التلاثة ايام من دي 6 لدي 8 كل يوم ريفجن يومين دراسة عادي معنى الكلام دي 6 مطلوب انك تراجع في سيو بيو 10 محاضرات اناتومي هل كيف ده تكون المراجعة المراجعة بده تكون انك تمسك السلايد وتقلبه في ربع ساعة تقول ساعة بالكثير تمام انك تنجز 3 محاضرات في الساعة هيك معنى ريفجن المحاضرة تاخد منك 20 الى 25 دقيقة تحط تايمر 20 دقيقة لهاي المحاضرة محاضرة صعبة تحط لها نص ساعة تايمر وتمشي تمام هذا هو ريفجن قبل الامتحان خلي في بالك ملاحظة رقم اثنين انه ايام الريفجن التلاث هي ايام ممنوع من عمباتا تلمسه لانه ببساطة اذا انت ما راجعت اي محاضرة درستها اسبيشالي بالنص الاول من اطلة المجيول فانت ما تعتبر حالك دارسها يعني ما تلوم حالك اذا معرفت تجاول ما تلوم حالك اذا نسيت ما تلوم حالك اذا جوابت غلط لانك انت مش مراجع المراجعة بمثابة انت كأنك تدرس للامتحان بشكل حقيقي هيك انا باعتبرها باعتبر اخر ثلاث ايام في الموديول او اخر يومين للناس هم اهم ايام في الموديول الايام اللي ممنوع مع الواحد يصير فيه ظرف ممنوع يلتهي ولا دقيقة ولا نص ساعة ولا ربع ساعة كل نص ساعة بتخسرها انت بتخسر سؤال او سؤالين لانه النص ساعة اللي خسرتها حرفيا انت قاعد عم تخسر محاضرة انت درستها وتقبت عليها ضلك مذكر تخيل انت محاضرة سمعت فيديوهاتها وفهمتها ودرستها ورجعت في الموديول راجعتها واخر ايش اللي انا كسمت لي اخر ثلاث ايام كنت في عندك ليك السؤال ما عارك تتجاوبه ومشاكل مجيد طب يا دكتور انا دارسها مرتين ثلاث دارسها مرتين ثلاث بس انت مضغوط حبيبي انت اخر ثلاث ايام انت عندك ضغط رهيب الضغط بيخليك تنسى الاسترس بيأثر بنفس الوقت انك دارسها كثير مزبوط ودارسها اكثر من مرة هذا الاشي ما رح تاخد معك مراجعة 10 دقايق طب هلا هاي العشر دقايق بتفرج طبعا هتفرج قراءة بالأيون لمدة خمس دقايق والله بتفرج فمطلوب جدا نركز على ايام المراجعة الله يرضى عليكم اما جريد بي خففنا شوي الحمل بشو خففنا انه شلنا ثلاث محاضرات اناتومي بجيني سؤال متكرر دكتور كيف اقوت هل انت مع التقويت او ضد التقويت انا هذا السؤال كنت دايما احكي لكم هذا جوابه في اطلق الموديول فعليا انت الان صار عندك تصور كامل عن جميع المحاضرات فعليا المحاضرة اللي انت حاسس هاي المحاضرة اذا درستها تمام هتاخذ منك وقت وانك تحل اسئلتها اشي صعب فهاي اقوتها فدائما انا عندي كريتيريا للتقويت لازم شغلتين يتوفر في المحاضرة حتى تكون الي قبل التقويت حتى تكون مسموعة تقوتها شو هما هدول الشغلتين المحاضرة طويلة وبتاخذ وقت دراسي طويل جدا لدرجة ان وقت دراستك لهاي المحاضرة ممكن تدرس محاضرتين بالتالي مراجعتها صعبة بالتالي حلك للأسئلة إيه لها حيكون صعب هيك احنا بنشغل المنطق حتى لما بدنا نقوت تمام تمام اول يوم فيسيو تني يوم تلاتة بيو einatomy انتوا لاحظوا ان في جريد em رانج المحاضرات في اليوم عشر محاضرات اما في جريد ب رانج المحاضرات سبع محاضرات طب هدول لأي ناس هدول لناس اللي دارس لي 50-60% من المديول دارس 25-30 محاضر بالتالي في الفيسيو دارس ثلاث محاضرات وعندو محاضرتين جدا فالثلاث محاضرات هتكون دراستو emulateهم خفيفة تمام والمحاضرتين اللي جداد حيكون شوي صعب فحيأخذوا وقت فهذول خلينا لهم وقت مضاعف فببساطة إذا أنت شخص دارس مثلا ما بين من أول يومين عندك فيسيو عندك خمسة بيو وعندك خمسة أناتومي دارس تنتين أناتومي أو تلاتة أناتومي تلاتة بيو تلاتة فيسيو كيف أدرس تدرس ببساطة أدرس أول إشي يوم الفيسيو أدرس تلاتة فيسيو اللي دارسهم ومحاضرتين فيسيو جداد طب معاها تنين بيو أدرس تنين البيو اللي مش دارسهم والأدرس تنين بيو اللي دارسهم لا الجواب أدرس تنين بيو اللي أنت دارسهم عشان أنت عندك محاضرتين مش دارسهم فأنت في اليوم عندك سمع محاضرات حاول تخلي أربع لخمس محاضرات دارسهم محاضرتين لثلات مش دارسهم تمام ترجع تدرسهم بشكل جديد طبعا هل دراسة المحاضرة بشكل جديد حيوخذ معانا وقت الجواب لا لانه انا جاعد بقدم لك فيديوهات استثنائية انا جاعد بعطيك فيديو بعطيك الزبدة فيديو جاعد بشرح لك بالتفصيل الممل مدته ساعة وربع بتسرعه بيصير مدته نص ساعة بيصير مدته 45 دقيقة معناته انت فعليا نفهمت احفظت بنسبة 40% في فيديو مدته 45 دقيقة تمام ففعليا حفظك له ما رح ياخد معاك ساعة فالمحاضر رح تاخد معاك ساعتين فهيك دائما نشتغل وكمان نقطة ننسيت احكي لكم اياها مشان الله اترست الفيديوهات المقدمة لكم يعني انت اعرف انه الاشي المقدم اليك هو احسن اشي بشكل مطلق كون متأكد ما في حدا ما في حدا دارس هذي الفيديوهات وما بيقدر يجيب 60 من 60 لانه ما في معلومة بتفلة ان شاء الله تعالى ما في فكرة لازم تتفهمها ومطلوب بانك تفهمها الا لازم تكون فاهمها وما في طريقة حاولنا نسهل عليك بالحفظ من نيمونيكس من تيبلز من ملخصات من everything تمام اليوم الثالث اناتو من خمسة هستو اتنين اليوم الرابع هستو مايكرو اليوم الخامس باثو فارما السادس فارما كلينكالزاد امبريو مهم جدا هدول الراجع كل الاشياء اللي درسنا تمام اذا بتلاحظوا كمية الثلاث ايام يعني ثلاث ايام انت دارس 21 محاضرة فانت هتراجحهم في يوم زي جريد اي يعني انه انا ما بفرق بين جريد اي و جريد بي و جريد سي في عدد المحاضرات اللي لازم انت تراجحها في اليوم الواحد فانت مش مطلوب انت مطلوب منك تراجع 20 محاضرة في اليوم زي ما فهمتكم تمام تمام لكن ادراسك انا بخففها عنك عشانك مش كل اشي دارسه تمام تمام نقطة كمان هل الملخصات كافية انتو هينزللكم ملخصات لكل محاضرة في المجيول كن على ثقة تاما ما في محاضرة في المجيول ما الها ملخص شو ما كانت كل المحاضرات الها ملخص لما انت فيه لكل محاضرة ملخص معناته انت كثير وقت تقدر تستغني عن المحاضرة الاصلية بيقدر تسمع الفيديو بشكل سريع عن ملخص هل الملخصات شاملة نعم مطلوب من كل حد بعطي اي محاضرة انه يعمل ملخص شامل بنسبة 100% مش 99% طب شو احنا بنعمل بالملخصات منرتب المعلومات الحشو في الكلام منشيله منخلي الimportant notes او ال knowledge الحقيقي والinformation هي الموجودة في الملخص فانه كأنك بتاع بعطيك الزبدة معنا الكلام لما انت يكون عندك سلايد بتيجي بتحفظوا مرة وبترجع تراجعوا لما ترجع تراجعوا مرة تالتة بتصير تحكي آف هذا السلايد فيه معلومتين فيه كذا وفيه كذا تروع على السلايد اللي بعده شايف هدول المعلومتين كذا وكذا اللي بتحكيون بعد متراجع مرتين ثلاث هدول أنا بكتب لك اياهم فانت بتكون خلص هدول المعلومات اللي انت مطلوب منك تعرفهم وتفهمهم تمام جريد سي فيسيو اول يوم اناتومي تالت يوم اناتومي زائد واحد هستو رابع يوم هستو بلاس مايكرو الخامس يوم مايكرو زائد باثو سادس يوم فاربا تمام سابع يوم وتاني من يوم تدرس محاضرتين امبريو بتكمل ريفيجن تدرس بعدها محاضرتين كلينكل وبتكمل ريفيجن حضرات الامبريو والكلينكل المحاضرات مهمة ممنوع تقوتهم لانه هي محاضرات سهلة وبسيطة والتركيز فيهم والمعلومات المطلوبة منك تعرفهم بسيطة برضو تمام وعلاماتهم شبه مضمونة تمام فانت عم تعد اربع محاضرات بشكل عادي جريد سي لمن للناس اللي مش دارس عبلات للناس اللي بدو يفتح للموديول شبه اول مرة اللي دارس لخمس محاضرات او لدارس ست محاضرات سبعة محاضرات عشر محاضرات هذا يدرس على تايم تابل جريد سي كيف ممكن تجيب بجريد سي بضمن لك تجيب فوق الاربعين مية في المية ان شاء الله تعالى اذا ربنا اراد واذا انت التزمت كيف فوق الاربعين انت وحظك كيف يعني انت وحظك انت لما اجت تشنص شنص الطريقة صح متلاقى حالك جبت 47 48 كنت هاف باد لك متلاقى حالك جبت 40 41 بس المهم فوق الاربعين ان شاء الله طبعا عدد المحاضرات في اليوم مطلوب انك تدرس خمس محاضرات يوم من اول ولاخر مطلوب انك فقط تدرس خمس محاضرات وكل يوم عم بزيد والزيادة مش لشي يعني مثلا فارما تمام محاضرات طب التمام محاضرات عن اربع محاضرات من مادة ثانية فلا بندرس وبسهولة تمام تمام محاضرات زي الفارما مات اوتهم يا شباب لانه فعليا لهم جداول ملخصات فبتقدر تدرس ومتراجحهم من الجداول مش بطلوب منك كثير تفهم على قد ما ما بطلوب منك انك تحفظ وتركز تمام بقدر اعطيك كتب تانية انه محاضرات الفارما كل يوم تدرس محاضرتين فارما او محاضرة محاضرتين يوم محاضرة يوم محاضرتين بتلاقي حالك عليوم السادس انت دارت كل الفارما بترجحهم في اربع خمس ساعات هذا تيب برضو لجماعة جريد سي تمام اذا حابب يعمل اكسبانشن للمحاضرات يعني الباثو يعطيها مساحتها اكثر المايكرو برضو يعطيها مساحتها كل يوم حط محاضرتين فارما محاضرة الفارما عبارة عن جدولين ولا جدول ونص بتدرسوا اول انهار بساعة بتحفظ مصطلوب انك تفهم كثير لانه المعلومات خلص مفهومة في الملخص هتكون الامور واضحة ان شاء الله تمام وما تنسوا تدعونا في كل مرة بتدرسوا فيها وفي كل لحظة انتم تستفيدوا فيها وفي كل كلمة كنالكم واستفدتوا عليها تمام الله يوفقكم يفتع عليكم ويسر امركم ويكون معاكم معين النصير ويجعل من كل شيء صعب عليكم سهل باذن الله تعالى اخواني وحبابي ما تنسوا دائما الصلاة 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 والله انها احد اهم اسباب النجاح وما تنسوا ايضا دائما تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت لاخر تصلوا على النبي تذكروا ربنا من الباقيات الصالحات اللي ربنا اقسم فيهم في القرآن الكريم وما تنسوا ايضا انه لو كل يوم قبل ما تنام تقرأ صفحة او صفحتين قرآن والله ربنا غير يبارك لك في وقتك ربنا يبارك لك في الاشي اللي بتدرسه ويحفظ الاشي اللي انت درسته وحفظته بعد كل محاضرة بتدرسها استودع ما حفظته وما درسته لرب العالمين وكونوا على ثقة وعند حسن ظن برب العالمين وربنا ما بخيب حدا باذن الله تعالى ربنا يوفقكم ويكون معاكم معين النصير وربنا يفتع عليكم فتوح العلم والمعرفة ويفتع عليكم ايضا فتوح العارفين بالتوفيق جميعا الله يوفقكم كمان مرة واي اشي بخصوص موضوع الجداول ابعثوا يا اخوان على جروب تبعا الأمساس ما تبعثوا على برايفت لانه والله على برايفت انا عندي اكثر حالية من 200 ميسج وانا باعتدر جدا لانه انا بناو بيوم واحد خلاص ببطل قادر اعمل كنترول على الموضوع او ابعثوا لدكتورة لوبنا دكتورة لوبنا شوي متفرغة خصوصا الفترة القادمة ان شاء الله تعالى وراح نزودكم في شيء مهم بحساب تليجرام هذا الحساب فقط للاستفسارات الاكاديمية تقدر تبعثوا عليه على برايفت يعني ما تبعثونا بشكل شخصي ابعثوا على هذا الحساب ليش؟ لانه انا ودكتورة عمار ودكتورة لوبنا حنكون على هذا الاكاونتات في اوقات فراغنا فبالتالي وحنقسم اليوم بحيث انه غالبية الوقت نكون موجودين عليه تمام؟ بحيث انه اي واحد بيبعث على هذا الاكاونت حنبعث للكم اياه برقم اللي هو رقم الاكاديمية هنعمل عليه حساب اكاونت حساب تليجرام عفوا الاستفسرات الاكاديمية عفوا قبل شو حكيت اي استفسرات اكاديمية ابعتوها عبر اماساس لا أقصد اي استفسرات تقنية ابعتوها عبر أماساس لانه اذا احنا ما كنا موجودين الشباب ان شاء الله ما بيقصوا معاكم وبكونوا موجودين حساب التليجرام رح نزودكم فيه غدا ان شاء الله ساس اي واحد عنده أي استفسار أكاديمي بأي وقت بعد ما تخلصوا اللاب إن شاء الله الأمور بتكون تمام بآخر ملاحظة بالنسبة للاب جماعة جريد A مطلوب منكم تدرسوا اللاب بعد ما تنهوا محاضرات المادة معنى الكلام بعد ما تخلص أناتومي راجع صور بعد ما تخلص باث تدرس لاب الباث تمام أما جماعة جريد B و C فيوم اللاب بقولكم يوم بتقدروا تدرسوا فيه وتخلصوا فيه اللاب حتى جماعة جريد A والله يوم ما عمري ما عمري في حياتي درست اللاب إلا في اليوم اللي قبل اللاب وما عمري نزلي اللاب أقل من 17 و 20 تمام فتوكلوا على الله وإن شاء الله ربنا بكون معاكم يا حبايبي والله يوفقكم يفتع عليكم كمان مرة وإلى اللقاء جميعا